اشتركوا في القناة المادة الاولى يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم رقم ستة لسنة الف وتسعمائة وخمسة وثمانين بشأن تنظيم مجلسي الاوقاف السنية والجعفرية وادارتيهما النص الاتي يتولى الاشراف على شؤون الاوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بالوزير المعني بشؤون الاوقاف الذي له سلطة الاشراف عليهما ويتولى كل مجلس ادارة الاوقاف التابعة له واستغلالها وصرف اراداتها وحفظ اعيانها وتعميرها وثقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ولكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الاوقاف التابعة له بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها وادارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها ويكون تعيين النظار او متولي الوقف وعزلهم بقرار من المجلس ومع عدم الاخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين يجوز تعيين النظار او متولي الوقف بقرار من المجلس المختص بعد التشاور واخذ رأي ذوي الشأن وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون الاوقاف بعد موافقة المجلس المختص المادة الثانية تحل عبارة الوزير المعني بشؤون الاوقاف محل عبارة وزير العدل والشؤون الاسلامية اينما وردت في نصوص المرسوم رقم ستة لسنة الف وتسعمائة وخمسة وثمانين بشأن تنظيم مجلسي الاوقاف السنية والجعثرية وادارتيهما